اليوم كان أحد الأيام العصيبة على أكثر هي كل الأيام عصيبة على أهل غزة ولكن اليوم كان يوما عصيبا وشديدا وكانت فيه أهوال كانت فيه مجزرتين المجزرة الأولى قتل فيها أكثر من تسعين شهيد بإذن الله ومئات الجرحة أكثرهم نساء وأطفال والثانية كان فيها أكثر من عشرين قتيل شهداء بإذن الله وعشرات الجرح مجزرة الأولى كانت في المواصي بخان يونس كانت فضيعة مرعبة مدمرة الكيان الصهيوني أعلن من أنه استهدف شخصيتين أساسيتين شخصيتين العسكريتين رقم واحد ورقم اثنين في المقاومة الفلسطينية محمد الضيف ونائبه وتحدثوا عن ذلك وافتخروا وكتبت صحافة الإسرائيلية والمواقع الصهيونية سواء صهينت اليهود أو حتى صهينت العرب مثل العربية والحدث وسكاي نيوز والغد وكل هذه القنوات المجرمة كلهم كانوا يتحدثون على أنها عملية وكأنها كانت ضرورية قتل كل هؤلاء قال لك لأنه استهدف كان استهداف وقالوا بأنهم أصابوهم بجروح خطيرة وأن ربما قتلوهم يعني على القيادين في المقاومة ولكن خرج نتنياهو قبل حوالي ثلاث ساعات وبعد أن أجل مؤتمر صحفي له عدة مرات ليخرج وليقول نحن لسنا متأكدين نحن لسنا متأكدين بأننا قضينا عليهم ولكننا استهدفناهم ولكننا لسنا متأكدين بعد أن قتلوا كل من قتلوهم وجرحوا الأطفال والنساء في خيامهم وكانت فضايا لا استطيعوا رهالكم لأنها مؤلمة جدا في البداية كانوا فرحين مصرورين بأنهم قضوا على قيادات وهذا اللي يبحث علي نتنياهو ويبحث عليها الجنرالات الصهاينة من أنهم يخرجوا يقولوا قضينا على هؤلاء القيادين الكبار ولكن فيما بعد أعترفهم بأنهم ليسوا متأكدين وبعد بدأت تسريبات تخرج بأنه لم يحدث طبعا المقاومة خرجت وقالت أن هذا ليس صحيح وأن هؤلاء المقاومين ما زالوا يقومون بأدوارهم كما يجب أن تكون أحد المتحدثين قال لعلى محمد ضعيف الآن سيسمع في خطاب نتنياهو هذا المجرم اللي يزيد في الإجرام هم هذه القنوات قنوات السعود وقنوات بن زايد والسلطة الفلسطينية ما يسمى بالسلطة الفلسطينية الميليشيات الفلسطينية هو أنهم الميليشيات الفلسطينية خرجت تتحدث على أن تحمل المسؤولية لإسرائيل وتحمل حركة حماس المسؤولية أيضا لماذا تحمل حركة حماس المسؤولية؟ قال لك إنهم لا يريدون الوحدة الوطنية وأنهم لا يسعون له وأنهم يعطوا التبريرات ويعطوا الذلائع لإسرائيل لكي تقتل في غزة وتقوم بهذه المجازر طيب ما كنتم في الضفة الغربية وانتم ميليشيات وعنتكم سبعين ألف مسلح سبعين ألف ما هو مبالغة هذا هو الرقم لماذا تدخل كاين الصهيوني إلى المدن في الضفة الغربية يقتل من يقتل يدمر يحرق لماذا تدخل مستوطنين وأنتم لا تحركون ساكنا لا نسيت الحقيقة تحركون ساكنا أنتم تقتلون الفلسطينيين وتعذبون الفلسطينيين اليوم كان فيه هجوم على مستسفى جنين مما يسمى السلطة الفلسطينية أي ميليشيات عباس الخائنة والخادمة للكاين الصهيوني خرج إذن متحدثين باسم هذا المسخ اللي يسمى السلطة الفلسطينية خرجوا ليدينوا المقاومة يدينوا الذين يدافعون عن أنفسهم وعن أهليهم وعن أبنائهم وعن نسائهم وعن وطنهم وعن أبناء شعبهم يدينوهم يقولهم أنكم تمدوا الذرايا لإسرائيل طيب دافعوا أنتم عن الذين هم في الظفة الغربية حاكم أنتم ما يسمى بالسلطة وأنتم المتحكمين لا أنتم تتعاونون مع الكيان لضرب الفلسطينيين هذا هو اللي يؤلم واللي يؤلم أكثر أن عصابات في الجزائر تقول لك أننا ندعم الفلسطينيين يعطوا أموال شعب الجزائري إلى عصابات عباس إلى ميليشيات عباس التي هي في خدمة الكيان الصهيوني يستغفلون يستغفلون المغفلين أو هكذا يعتقدون يستغفلون بسطع العقول أو هكذا يعتقدون يستحمرون الناس أو هكذا يعتقدون والله ما تستحمرون إلا أنفسكم والسفهاء الأذناب الذين يتبعونكم لأن كل الناس تعرف أن عباس في خدمة الكيان الصهيوني وأن الولايات المتحدة يخرج كبار زعماء ويقولوا إننا نطلب من سموت ريتش وبنغفير أن لا يهاجم السلطة الفلسطينية إنها في خدمة إسرائيل موجودة تصريحات كانت خرجت السفيرة الأمريكية قبل حوالي سنة فرحة سعيدة جداً سفيرة أمريكية في الجزائر قالت شكرت تبون تقيت تبون وشكرته لأنه قدم مئة مليون دولار لعباس أمريكا التي تهدم غزة بقنابلها وبدعمها الكائن الصهيوني وبجنودها حتى وبكل ما تقدمه الولايات المتحدة بدون الولايات المتحدة تختفي إسرائيل تخرج سافرتها بعد لقاءها ويستطيع الناس اللي يتأكدوا من ذلك من الأنترنت بعد لقاءها بالمزور تبون اللي جابته كمشة الجنرالات تقول أنها شكرت تبون لأنه قدم المال لعباس نعم يجب أن تشكروا لأن عباس في خدمة إسرائيل وعندما تذهب أموال شعب الجزائري إلى عباس فهذا يخفف عن الولايات المتحدة قليلة وإلا فإن أمريكا هي التي يجب أن تدفع لأن هناك ميليشيا ولها عناصر ولها مخابرات ولها شرطة ولها في خدمة إسرائيل يجب أن تدفع لهم الرواتب إذن خرجت أيضا قنوات بن سلمان وبن زايد لتقول لك آه لقد كان ضيف مختفي داخل الخيام يعني تبنوا مباشرة الأطروح الإسرائيلي الإسرائيليين تراجعوا هذا المساء هم ما تراجعوش باش يوريلك أن صهاينة البلدان العربية اللي هي في الحقيقة راي تحت أقدام هؤلاء الطغات لا يقلون بشاعة عن صهاينة تل أبيب صهاينة تل أبيب بالنسبة إليهم القضاع الفلسطينيين السيطرة على فلسطين توصى افتجاه لبنان وسوريا والعراق والسعودية ومصر هذا مشاريحهم يقولونها صراحة خرائطهم مكتوبة موجودة كتباتهم في كتبات في مواقع في خرائط في تصريحات موجودة إنهم مدافعون ليصنعوا كيان يتوسع بلا حدود أما صهاينة العرب هؤلاء فكان أقل شيء بعد أن تخاذلوا عن دعم الفلسطينيين اللي هما الدفاع الأول اللي هما خط الدفاع الأول عن جميع الشعوب المحيطة به من هذا من الصهاينة صهاينة الأبيب بعد أن تخاذل عن دعم كان فقط يكفيهم تخاذل والسكوت لا يتعمرون ويلقون بفتنهم وبأكاذيبهم وبإعلامهم وبتجيلهم وبخياناتهم ويرسلون يرسلون أذنابهم وذبابهم إلى تل أبيب استمعوا إلى هذا المجرم السعودي الذي أرسله ابن سلمان إلى هيرزيليا ليقول للإسرائيليين ما يريدون أن يسمعوا بل أكثر مما يريدون أن يسمعوا سمعوا انتهت هذه الحرب دون تخلص من حماس بها وهو تصار لحماس وهزيم الإسرائيل وهزيم للعالم الحر حماس يجب أن تنتهي لكي يعيش غزة في أمان واستقرار وتعيش دول المنطقة الإيرانيين حركوها لأن أهدافهم في المنطقة بدأت تذبوا المصالحات في المنطقة توجه الاقتصادي الاستثماري عشان كده هم أثاروا هذه الحرب يحاولون يعطلون أي تقارب بين دول المنطقة يجب أن تفقد عقلك هذا يسموه خميس واحد بمن زعموا أنه معارس سعودي لفترة حتى أنه جاء وطلب لقائي في 2011 أعتقد في نهاية 2011 أو بداية 2012 وراح يحدثني على أنهم يعارضون السعودية لكن صراحة لا أرتاح له في اللقاء حتى قلتها للأخ اللي تواصل معي وطلب مني أن ألتقيه وقال لي أنه يتابعك إلى آخره ويريد أن يلقاك قلت له أني ما أرتاحش لهذا الشخص ما هي إلا ثلاث سنوات أو أربع سنوات ووجدناها في الرياض مثل يعني طبعا هذه الأمور تتكرر وجدناها في الرياض يمدح في السعود تماما مثل ما وجدنا بعض الناس اللي كانوا معانا في رشاد نحن نعترف بذلك وجدناهم يمدحون في العصابة سعوا في الداخلة وفي الخارج كان بعضهم حتى ما زال ما تقلش ولكن بدأ يمدح في العصابات ويبرر في العصابات ويتحدث على نظام بلاده وكفر بكل ما كان يقول مقبل لأنهم فقط وجدوا لهم أثمان وجدوا لهم أثمان مرات بعض الناس يقولوا لي آه هذا كان معاكم أو كان لا لا شوف القضية موش كان معايا وما كانش معايا راهو أنا قلتها أكثر من مرة سيدنا عيسى أقرب المقربين إليه كان يسمى يهودا ومشهور هذا في الكتابات لمن يريد أن يعود لها بكل اللغات هذا هو الذي حرض عليه الرومان وحرض عليه اليهود الذي حرضه كان هذا يقود اليهود سيدنا عيسى بالمناسبة يعني هو من اليهود من بني إسرائيل أي أن أقرب المقربين لسيدنا عيسى خانوا وحرضوا عليه الخيانة والخوانة هؤلاء هي نفسيات ذليلة تتمسكن تتخفى تختبئ تتلون تنافق ولكن عندما يأتي من يقدم لهم السعر واحيانا سعر بدراهم معدودة ينقلبون إلى حقيقتهم ويصبحون مع ينقلبون مشكلتهم أن الناس لماذا تلعن الخوانة لأنهم ينقلبون على كل ما كانوا يقولون وما يزعمون فالناس يعودون إلى ما كانوا يقولون فيجدون أنهم كانوا يقولون شيء ثم أصبحوا يقولون عكسه تماما هذا نفس الشيء هذا السعودي كان يزعم أنهم مع المعارضة السعودية وإذا به كما ترون إذن فقط هذه نقولها من قوسين هؤلاء الذين ينقلبون على أنفسهم ويرتدون وجدوا مع الأنبياء كانوا مع الأنبياء الله كانوا بعضهم مع أنبياء الله ورسول الله وكانوا يعرفونهم أن أنبياء ورسول وخانوهم فما بالك أنهم لا يخونوش ناس أمثالنا أو لا يخونوش بلدانهم أو شعوبهم أو قضاياهم هذه مفروغ منها إنما الثبات هذا هو الصح وما يبقى في الواد غير حجاره علاش في النهايات لما تنتصر الثورات وتصبح ثورات كبرى لأنها بعدا تصفي كل السفهاء وكل الخوانة وكل الأذلاء وكل الأنذال الطول الطريق يسقط الأنذال ويظهرهم على حقيقتهم أنهم ليسوا أكثر من خوانة هذا الخائر السعودي ذهب ليقول ويزعو أن المقاومة تحركت لأن إيران الفلسطينيين يقاومون منذ أكثر من مئة عام أكثر من مئة عام مقاومة بعد مقاومة ثورة بعد ثورة جيل بعد جيل لم يتوقفوا أبدا والكاين الصهيوني هذا لولا أن قوى غربية كبرى تدعمه على رأس الولايات المتحدة لنتهى من زمان لكن السؤال هل كان هذا الخائر لهو اليوم ذيل من أذيال بن سلمان كان يستطيع أن يقول هذا الكلام لولا أن بن سلمان هو كلام بن سلمان طبعا لا يستطيع بن سلمان أصدر أحكام أحيانا عشرين سنة أربعين سنة مؤخرا حصروا حكم بالإعداد على ناس كتب تغريدة أو كتب بوست في الفيسبوك إعداد والله العصابة أصدرت علي حكم بالمؤبد بالمؤبد لأني مرة لقوا واحد ردينا عليه في الفيسبوك كتبنا حياكم الله أستاذ ردينا عليه مش عارف أنا أو المساعد بنا لحياكم الله فوجدوها في الحساب حكموا عليه في الأول ثلاث سنين وبعد نقصوا هلو داروا له عام هو عام على كلمة حياكم الله وأنا بالمؤبد والحكم موجود في السعودية أسوأ كالي حكموا عليه بالإعدام تخيل مع من مع مرك تخيل أنك ويقول لك أنظمة حكم هذه عصابات إجرامية جواسيس وخونا عصابات إجرامية هؤلاء يجب أن يستأصلوا يجب أن يتحنوا يجب أن يخرجوا الناس تخرجهم من الحكم والملك لأنهم دمروا الشعوب ودمروا البلدان هذا اللي يسمى خميس لولا أن مخابرات بن سلمان وحكم بن سلمان قالوا له قول ذلك لا يستطيع أن يقول هذا ويعرف أن هناك من كتب تغريدة بسيطة حكم عليه بالإعدام أو حكم عليه ب40 سنة أو 20 سنة وهو كثيرة فهو راح يهاجم المقاومة من هيرتزيلي من فلسطين المحتلة فيها مدينة تسمى هيرتزيليا بناء صهاينا تيمنا بمن أنشأ لهم هذه الكينا هذا الكينا إذن رغم الألم شعب فلسطيني هذا صراحة تخرج تشوف تشوفهم طبعا بشر يتألمون ويبكون ويحزنون ويغضبون ويشعرون بالخذلان ويشعرون بالألام وهم الذي تتهاوى عليهم القنابل ويجوعون وأبنائهم أحيانا يموتون أمامهم لا يجدون ما يأكلون أو ما يشربون لكن مع ذلك ثبات أسطوري لا تجد أبدا منهم من يتضمر أو يصب المقاومة أو بالعكس يخرجوا يقولوا نحن مع المقاومة أبناؤنا قتلوا سنقتلنا نحن مع المقاومة لأننا على حق بينما السفهاء سواء سفهاء العرب أو سفهاء فلسطين حتى ميليشيات عباس وأمثاله اليوم ميليشيات عباس اليوم قاتلين فلسطيني مقاوم في جنين اليوم ودخلين على مستشفى جنين كما تدخل عصابات صهاينا سنذكر دائما الشعب الجزائري أن هذه العصابات التي تحكمنا ترسل أموالنا إلى ميليشيات عباس التي هي في خدمة صهاينا التي هي تقتل الأحرار وتعذبهم وتسجنهم وتخوفهم وتنشر الأكاذيب والفتن ضد من يدافع تخيلوا أننا نعود سبعين سنة إلى الوراء ويكون لدينا أشقاء يرسلون المال إلى الحركة الذين كانوا مع فرنسا تخيلوا كيف كان سيكون شعورنا لكن لماذا العصابات التي تحكمنا ترسل المال إلى ميليشيات عباس وتزعمنا مع فلسطين باش تكذب على الجزائريين الذين لا يعرفون الحقائق أو البسطاء العقول أو الذين يتبعونهم على ضلالاتهم وفي نفس الوقت تعرف أن روح المقاومة في غزة خطر على كل عصابة حاكمة في كل عاصمة عربية روح المقاومة التي تبثها غزة خطر على هذه العصابات الإجرامية على هؤلاء السفهاء ويكتب لي إرسالة قالك قالك عندما أرى أهل غزة وكيف يقاومون ويصنعون أسلحتهم في مواجهة أحد أقوى الجيوش لتدعموا الإمبراطورية الأمريكية ودول غربية أخرى أبكي دما كيف أننا نحن بأرضنا بأموالنا بمساحتنا بشعبنا بما في حصار ما في احتلال ونشتري سلاحنا من الخارج يليد كونجرين نشتري بقى السلاح نشتري السلاح ونشتري الحليب ونشتري القمح ونشتري كلش تقريبا كلش لأننا نحكم بأرذل الناس بأوسخ الناس بأقدر الناس بالسفهاء اللي هم عارفين بدون أن يدمروا البلد يجعلوا حياة الناس جحيم مرع مريرع يدفعون الشباب بالملايين إلى الخمر وإلى المخذرات وإلى الانتحار وإلى البطيات بدون ذلك ما يبقواش في الحكم الشعب يكرههم وهم يعرفون هذا بقاتلهم القوى الخارجية ما وراء البحر يجب أن يدعموهم لك أن يظلوا متسلطين علينا هذا يجب أن ينتهي حتى لا ننتهي نحن حتى لا تنتهي وطننا وبلادنا لأن الناس راي تعاني معانات أتألم مما يصلني رسائل تبكي لحجر حجر يبكي وين وصلت الناس مرات بعضهم يقول لك فقط دواء دواء بنتي أو زوجتي أو أخويا أو بابا أو أمي أو رهم يتألمون لا يجدون الدواء ما يشقدر نشروه أو ما ينوجدوه أو ما يعطوه الناش أو فقط إذن تستمر الهمجية الصهيونية وكان من بينما كان أن خرج نتنياهو إذن اليوم ليزعم ويتراجع عما كانوا قالوه من أنهم قتلوا قيادات المقاومة قبل ما نروح وشوف شوف لما لما بن سلمان أرسل أحد السفهاء قبله ورأى بعثوا بلباسه الخليجي إلى آخره إلى القدس شوف فاشتعاملوا معه أهل القدس شوف فاشتعاملوا معه دربوه بكل ما في أيديهم كراسي يحجار أهل القدس خلي الهود يحموك يا رخيص خلي الهود يحموك يا رخيص يا مطبع يا رخيص يا سبالي بهدلوه وأذلوه وأذل من أرسله هاو الشعب الفلسطيني وهذه في القدس المحتلة هاي حقيقة الشعب الفلسطيني اللي صهاينة العرب ينشرون الأكذيب ويقول لك باعوا أراضيهم هاي الناس تشوف أمامهم راه أمامهم أمام أهل غزة أن تفتح لهم بشدوهم إلى أستراليا وإلى كندا وإلى إيرلندا وإلى سويد وإلى بريطانيا وألمانيا كل دول غربية بأمريكا كلهم قالوا مستعدين يستقبلوا أهل غزة لمن يريد أن يهاجر آه مش للعلاج لا لأن العلاج عارفينهم يعودوا يرجعوا يقول لك لمن يريد أن يغادر قنابة تسقط عليهم لا يجدون ما يأكلون أحيانا يكون الحشيش أحيانا لا يجدون الماء أبناؤهم يموتون أبناؤهم قلت لن نغادر أرضاها ها هم من يثبت ومن يبث الثبات ها هم الذين يصنعون التاريخ كما صنعناه ذات نوفمبر الخمسين قبل أن تنقلب الأمور في حين قفلة من المجاهدين ومن الأحرار قلبت الأمور فإذا بنا نحكم بكابرانات فرنسا ثم بكابرانات كابرانات شنغريحة وأمثاله بالمناسبة قيل لي أن في أحد من أبناء الجنرالات خرج وبالأدلة يهاجم شنغريحة ويهاجم العصابات لما شنغريحة ويفضح فيهم هذا يثبت ما كنا نقوله وما ظللنا نقوله هذا هو واحد ابن جنرال سابق حتى أنه يتهمهم أنهم قتلوا والده في حادث مرور وقال أنهم يسرون اثنين من إخوانه هذا يثبت ما نقوله والآن يخرج من عندهم هذا لكن الأحرار موجودين هذا كان في ألمانيا في برلين وهذه كانت في إيطاليا في ميلان بالحقيقة في كثير من عاصم العالم خرج الناس وفي مدن العالم خرج الناس ما زال العصابات عندنا ما زال تمنع الجزائريين من التظاهر ما زالوا لحد الآن يمنعون الجزائريين من التظاهر ويقول لك أنا مع فلسطين ومع العزة شوف الكذب شوف الخداع شوف المكر وبعد أن فضحوهم أحرار وأهل ورقل اللي خلّو كان دارين لهم مسرح ومش عارف قبل يومين ففضحوهم خرجوا وقال لك رانا وقفنا أدين ادين أأشت Burger رقص ورديح وشتيح شعب جزائري بدون غزة شعب جزائري شعب جزائري شتيح ورديح والناس لا تلقى الماء والناس لا تلقى تقطع الكاربز لا يوجد الأنترنت ما يوجد ما hai السكن لا يوجد قطع رانا في وقت شتيح ورديح بدون غزة وبعدين الآن فقط اللي تفكرتوا باللي كين غزة وكين في الحقيقة بعد ما تبين لكم أن الناس ستخاطع بعض الناس ردوا علي قالوا لي لكن كين لو كان جابوا لهم من شعار فلان وفلان تلقاهم شوف رأوا في المجتمع النبوي وهذا ما كاش خير من هذا المجتمع اللي هو المجتمع النبوي بالنسبة لنا كمؤمنين وكمسلمين دائما كين جزء من الناس اللي هم حثلات سفهاء ظلين ناهيك على المنافقين دائما كينين في أي مجتمع لكن القضية بالأغلبية أين تميل الأغلبية ثم يكون مهم أما أن يجبون له من شعار فنا واحد من المهرجين والشطحات والشطحين ويخرج بعض الناس القلة تخرج أكيد أن سيخرج قلة من الناس خاصة أنك في نظام حكم يشجع على هذا عصابات حكم تشجع على هذا تدفع الملايير يجيبوا أجانب يدفع لهم الملايير على يومين أو ثلاثة أو ربعة أو أسبوع أو أقل ملايير قبل أيام قبل أيام جابوا واحدة من أسبانيا أنا كنت ظنيت دفعوا لها ثلاثة أو أربعة ملايير قلت ترى هم دفعوا لها ثلاثة ردوا لي الناس قالوا لي لا أعطوها ثنين مليون أورو أعطوها ثمينية وربعين مليار بترهمنا على جالة ثلاثة أيام كانت في عنابة فيما أتذكر قبل شهرين أو ثلاثة يعني الآن تفكرت وغزة ما هي غزة وعمرها القضية عمرها كثر من تسعة أشهر لأننا قريبا لأننا في أسبوع كمنا أسبوع من شهر العاشر لكي يوريك النفاق متاحهم عصابات تخاف ما تحشمش مع ذلك استمر أيضا الخصومات والصرعات داخل الكيان وهذه واحدة من المظاهرات الكبرى في تل أبيب تجاجات بعشرات الآلاف الحقيقة ليس فقط في تل أبيب إنما في عدة مدن مما يسمى مدن إسرائيلية وهي كلها مدن فلسطين المحتلة وصراع يكبر ويتعظم خلنا نسمعوا وش قال رئيس وزراء سابق واللي كان قاد حرب ضد غزة أيضا في ديسمبر جنبي ديسمبر 2008 جنبي 2009 وهو يهود أولمارت وهو رئيس وزراء سابق خلنا قرأ لكم مقطع وكتب مقال شوي طويل لكن قرأ لكم مقطع منه فقط وش يحذر فيه قومه حذر فيه القيادات الراهنة يقول لك هنا يتم كل يوم ارتكاب الجرائم يقصد الظفة الغربية اللي يسموهما يهودة والسامرة ليس على يد الجنود أو ضد الجنود بل على يد مشاغبين من مواطن إسرائيل الذين يكرهون العرب بنية واضحة لطردهم من بيوتهم وقراهم التي عاشوا فيها طوال حياتهم كرئيس حكومة أنت تعرف يوجه كلامه إلى نتنياهو أنت تعرف عن كل هذه الأحداث وإذا فضلت التجاهل فلا يمكنك نفي أنك سمعت تحذيرات قائد المنطقة الوسطى وتحذيرات قادة آخرين في الجيش لقد تحدثت مع بعضهم وهم يخجلون من حدوث الأمور من هذه الأمور تحدث في مناطقية تحت سيطرتنا عندما توجه إليك هذه الاتهامات يا رئيس الحكومة فلن تجد شخصا لديه ضمير عندنا أو في الصحة الدولية المتعاطفة معنا يمكنه الدفاع عنك وحذر أيضاً وزير الدفاع جالانت بأنه سيكون من الذين سيستلمون أوامر الاعتقال بعد أن حذر نتنياهو قال له ستستلم أنت أيضاً أوامر الاعتقال من محكمة جناية الدولية فهو المسؤول عن الأمن ويمكنه العمل والنضال ضد سياسة رئيس الحكومة وسياسة سموتريتش الفاشلة المسؤول في وزار الدفاع على المناطق جالانت يفضل إدمان استمرار الحرب في غزة والتحذيرات والتهديدات لحزب الله ويغمض عينيه عن رؤية ما يحدث في المناطق التي هو مسؤول عنها أنا أحذر بنغفير وزير التهديد والتحريض وتشجيع شبيبة التلال بأن أوامر الاعتقال لن تقفز عنه في الحقيقة إذا التحريض والبلطجة التي تستخدمها ضد قادة الجيش ورئيس الأركان على رأسهم ورئيس الشباك ومقاتلي الموساد كان من الجدير إصدار أوامر الاعتقال ضدك من قبل المستشار القانونية في إسرائيل لكن حتى لو لم تفعل ذلك فإن أوامر الاعتقال ستصل من محكمة الجناية الدولية إزاء مسؤوليتك الشخصية التي تتفاخر بها وحذر سموتريتش الذي يعمل على إطارة الحرب وحذر وتحدث على سموتريتش ثم يقول وحذر قادة الشرطة وحرس الحدود والجيش وأنتم لن تتمكنوا من التملص من المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في المناطق يقصد الضفة الغربية أوامر الاعتقال ستصدر أيضا ضدكم ولن يكون لديكم أي رد حقيقي أوامر الاعتقال في الواقع ستصدر ضد رئيس الحكومة وزعماء ووزراء وقادة بشكل شخصي لكن من سينثل للمحاكمة في نهاية المطاف هي دولة إسرائيل كل ذلك في الوقت الذي تريد في دولة إسرائيل وقف القتال وإعادة جميع المخطفين والانسحاب من قطاع غزة وإدخال قوة دولية عربية أو أوروبية ستحمي إنجازات الحرب وتمنع ترميم وعودة حماس إلى قيادة القطاع والتي تريد أيضا إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح كجزء من اتفاق إقليمي يؤدي إلى خلق محور ثابت قوي وموثوق ستكون إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والبحرين والإمارات السعودية والولايات المتحدة هي أساس أساسه والعمود الفقري للأمن الإقليمي ضد إيران أنا أحذر من أنه إذا واصلنا التسليم بالجرائم ضد الفلسطينيين في يهودة والسامرة يقصد الضفة الغربية فستفرض عقوبات خطيرة ومؤلمة ضد إسرائيل وحتى الدفاع الجيد لن يساعدنا في هذه الحالة يهود أولمرت في عارتس 12-7-2024 هذا إذن أحد كبار القوم هناك وقد كان رئيسا للوزراء وقبل ذلك كان عنده عدة مسؤوليات يحذر قومه مما هو آتي ومما هو قادم والحقيقة أن هذا الكيان طال الزمن أم قصر سيتفكك رجل يوم أيضا أحد كبار القوم هناك قال لهم أعتقد أننا لن نتجاوز إلى 2026 السياسات التي تنظفها هذه الحكومة حكومة نتنياهو قد لا نتجاوز إلى 2026 يشعرون بحرج اللحظة بخطرتها بتفكوكم الاجتماعي تفكوكم السياسي صمود المقاومة الأسطوري طوفان الأقصى كشافهم أمام العالم احتجاجات في قلب الغرب الذي يدعمهم في قلب الجامعات وهي قلب السلطة في الغرب منها يتخرج كبار القوم الذين يحكمون الغرب في كبرى جامعات العالم بما فيها جامعات الإمبراطورية كانت الانتفاضات والمدهرات والاحتياجات ولولا أننا في الصيف لا استمرت ومع ذلك مستمرة في كثير من الأماكن يشعرون بأن غزة الصغيرة المحاصرة المجوعة الذي يتآمر عليها كل صهائنة العالم أحدثت زلزالا هائلا بداية من 7 أكتوبر ومات لها رغم تضحيات قل لها نظير وجرائم ارتكبوها ليس لها نظير في العصر الحديث غزة تحيي أمما وشعوبا في مشارك الأرض ومغاربها إلى أنها وصلت حتى إلى السكان الأصليين في أمريكا الشمالية وفي أمريكا الجنوبية وفي أستراليا وفي إفريقيا وفي فما بالك بالنسبة لنا وهم إخوتنا في كل شيء أشقائنا في كل شيء